وتعالوا نشوف السؤال اللي وصل لنا على صفحتنا صفحة بن نامي جولة وعسره بيقول عندي مشاكل أسرية كتير وعدم قبول وتفاهم مع زوجي ايه الحل السؤال على قد ما هو صغير كده وعام ومطلق كده لكن هو سؤال مهم جدا سؤال بيلخص حالة في كتير من بيوتنا بيقول ان احنا عندنا مشاكل ومشاكل متعددة ومشاكل كتيرة وهذه المشاكل بتحس فيها بعض الزوجات بان هي عندها حالة من حالة عدم القبول وكمان بتحس ان هي عنوان من عنوين عدم التفاهم وهنا بقى بيجي السؤال هو مين قبل يمين يعني هي المشاكل جت بعد عدم التفاهم وعدم القبول ولا عدم القبول جي بعد وعدم التفاهم جي بسبب المشاكل لو الناس لو الزوكين عايزين يهربوا من مسئولية المشاكل بيعملوا ايه بقى؟ بيقولوا اني انا والله اللي حصل ان انا ما بقى حس بعدم القبول وعدم التفاهم بسبب كتر المشاكل فيعتبروا ان المشاكل دي بتحصل وهم من لهمش زم هم قاعدين والمشاكل بتيجي عليهم فهم من لهمش زم فالمشاكل هي السبب لكن هم ما عندهمش مشكلة خالص فيما يتعلق بالما ان هم عايزين يتفاهم لما بندق في ده انا اقول لحضرتك حاجة هل فكرتي في الطريقة اللي انا بقولها لك دي قبل كده؟ لان الرسول اللي قال لنا وخاصة في البيوت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسي حضرتك قلت ان انت عندك عدم تقبل وعدم تفاهم هل فكرتي في يوم الايام ان عدم التقبل اللي حضرتك بتعاني منه حضرتك بتمرسيه مع زوجك يعني انت كمان بتمرسيه عدم التقبل اضربلك مثال عشان ما تستغربيش اقول يعني هو انت حسة ان هو ما بيقبلش افكارك ودايما ينتقدك ودايما شايفك مش مسؤولة او دايما شايفك مش بتقوم بواجباتك ودايما شايفك ان عندك نقص ودايما نحس بان اما مش قابل منظرك ولا قابل تفكيرك ولا قابل تصرفاتك امينت بالله وكمان ما بتعرفش تتكلم معاه هل حضرتك وانا على فكرة مش جاية هنا عشان عشان احل المشكلة اديك لكن انا فحلا انا عايز احل المشكلة بوعي بصدق مع انفسي وليس معنا ذلك ان انا بقول ان زوج حضرتك وهو بيسيب المشاكل تتفاقم كده لغاية ما توصل لنفسيتي كنت تحس بانك انت غير مقبولة ده ما ازنش ان انا اصده لكن انا اصده ان الواحد بلل انسانه على نفسي بصير ان احنا يكون عندنا وعي فبقول حضرتك مثلا هل وحضرتك هو بيمارس معاك الانتقاد انت كمان بتمارس معاه الانتقاد فمش شايفها صورة الزوج اللي انت حباها مش ان انت شفت ان ده زوجك وانت هتحاول تسعديه على ان هو يبقى احسن ويقبل على الله ويبقى صعب صعب فضل وصعب كرم وصعب نور وصعب اخلاق وقيم ما ممكن ما تكونش عملت كده ممكن تكوني انت لما شفتيه مش بيحققلك توقعاتك في الجواز انت ابتدتي تبدي امتعادك وتبدي عدم رضاك من شخصيته طبعا انا عارف ان انت هتقولي لي انا ما عملتش كده في السنين الجواز بس ده حصل بعد كده لما حسيت بان هو ما بيتغيرش بس هو السؤال هو كان هيتغير لما يحس ان انت بتحبيه وإحنينا عليه ولا هو هيتغير فانت تبقي احنينا عليه الاصل ان الواحد يحس ان في حد بيحسن طب انا بقولك حضرتك كده ليه لان انا دايما وانا باسمع الكلام ده بيتردد في اوزني حاجة عجيبة جدا وصفة ربانية للخروج من كل اللي بنحصل لنا ده ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل حميم دايما ممكن حد يجي يقول والله يا ما شيخ انت دايما بتيجوا في صف الراجل وبتعملوا كذا عشان تحافظوا على البيت مش مهم نفسية الزوجة ايه اللي بيحصل لها لا 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 انا بكلم بصدق انا بكلمكم عن نفسي انا طول الوقت برجع نفسي يهو مين قال ان انا وجهة نظر كانت الصحيحة مين قال ان انا لما حطيت نفسي معيار للعلاقة بينه وبين اي حد ان كان ده تصرف صحيح مين قال ان انا قادر ان انا اعرف الصواب في كل لحظة وفي كل موقف طب انت عايز تقول ايه هل جربت ان انت تسألي نفسك ان انت عندك تقبل لزوجك ولا هل حاولت تسألي نفسك ان انت بتحاول تحاولي زوجك بالطريقة اللي هو ممكن يفهم بيها او اللي يحبه ولا لازم نفرق ما بين حكتين انا وبتحاور او انا بتواصل مع اي حد لو انا بتواصل او انا قصدي حاجة واحدة بس ان انا احس بالامان مش ان انا احس بالوسع اللي قدامي لازم يمل لطريقتي ولازم في لحظة من اللحظات يحس ان حواري دوات عبق عليه بقول كده ليه لان في اوقات كتيرة ما بنبقاش داريانين وعشان كده بلل الانسان على نفسه بصيرة شيء مهم ان الانسان يبص جوه شوي فنصحتي بما ان حضرتك كلمتيني كلام عام عن المشاكل نصحت لحضرتك ان احنا نعمل ثلاث حاجات اول حاجة نروح لخبير في الارشاد الزواجي لازم نروح الارشاد الزواجي لان واضح ان تراكمات محتاج بس ان الواحد يخلينا نشوف او نشوف حياتنا من منظور تاني وده هو اللي بيعمله وده هو مصدق قولي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال يعني اللي عنده ما عندهش قدرة طعم العلاقة مرر في حاله يعني ايه ما بقتش قادرة تشوف الحلاوة ولا قادرة تشوف المواد ده الرحمة بينهم يبقى محتاجين حد يرغل اللي يقدر يورينا المواد ده الرحمة ويقدر يورينا الحلاوة اللي بلسه موجودة في العلاقة واحنا مش قادرين ندقها دي اول حاجة تاني حاجة لازم حضرك تعيدي تقييم ادائك الزواجي ايه وبصدق من غير ما تكذبي على نفسك هل انت كنت مساعدة لزوجك ان هو يحس بعدم القبول فيعمل عدم قبول دفاق انتقامي انا سميه انتقامي يعني انا بقول ان ده حرام مش بقول ان هو بيعمله ده حلال بما ان كنت اللي مكلماني مش هو لان فيه ناس كتيرة تنخدع لما حد ييجي يكلمها في المشاكل الزواجي بعد اللي بيكلمه ده وت اللي بيكلمه يفضل يتكلم في الطرف التاني ويتكلم فيه لا انت طلبة مني النصيحة فانا اكلمك في النصيحة تعملي ايه عيدي تقييم ادائك الزواجي يعني ايه لغاية ما تروحوا لعشاد الزواجي يعني ايه تعيدي تقييم ادائك الزواجي يعني ببساطة وبيسر وبسهولة تروحي حضرتك تشوفي نفسك هل انت كثيرة الانتقاد هل انت كثيرة الشكوى هل انت كثيرة الاحساس باللوم هل انت كثيرة الاحساس باني مفيش فايدة هل في نسبة كآبة ولا لا هل انت بتخزين وتركمل اشياء على بعضها ولا لا شوية حاجات كده شوية تفاصيل عتقيم بيها ادائك مع زوجك وساعتها هتعرفي ايه سبب من عدم التفاهم العمر التاني فيه اوقات كتيرة الناس فاهمين ان احنا احنا قادرين نتحاور فطريا لا احنا محتاجين نتدرب فقد تكون محتاجة تتدربي على انك انت ازاي تعملي تواصل جيد وايجابي مع زوجك لان التواصل مع الازواج التواصل مع رجالة ده مهارة لازم تتعلمها الستات زي ما التواصل مع الستات مهارة لازم يتعلمها الرجال لان الرجالة بيتكلموا بطريقة والستات تتكلموا بطريقة الحاجة التالتة لو سمحت مع كسرة المشاكل حاولي في لو في مشاكل دلوقتي حاولي تبدري بحلها وما تعتبريش ان الحل المشاكل ما ينفعش غلا ما حل المشاكل كلها لا المشكلة الحالة دلوقتي يحليها يبقى تالت حاجات قلت لها حضرتك هنروح للأشياء دي الزواجي عتعيدي تقييم أدائك الزواجي في خاصة في التواصل الحاجة ونتدرب بقى على التواصل مع الرجالة الحاجة التالتة ان المشكلة الحالية نحلها ما نسيبش المشكلة الحالية تتراكم على المشكلات القديمة ده نصحت لحضرتك وعسى ان شاء الله تكون نصيحة توفر عليك مجود كبير جدا جدا وتساعدك على انك انت توصلي لحالة من حالات التوافق والسعادة مع زوجك وتابع الحلقات بتاع التوافق وسعادة مهمة قوي حلقات التوافق وسعادة دي لان فيها حاجات كتيرة بتخلينا نقدر نقيم سلوكنا الزواجي وازاي نقدر نعدله